مرحبا برج الاسد اهلا فيكم في القراءة العامة اول شي برج الاسد جانب المشاريع والوظيفة الجانب العملي من حياتك عندنا الغصن الاول اسفواير دائما الاخصان الاولى او الكوب الاول كرتات الاولى من كل مجموعة اتمثل البدايات الجديدة ولكن بقوة وراها خمسة الاكواب عندنا هني الغصن الصغير قاعدة اتشوف في جانب حياتك العملي يا برج الاسد ان انت تعبت من الامتظار تنتظر شخص يعرض عليك وظيفة تنتظر ان تحصل على الوظيفة اللي تستحقها تحصل على وظيفة يكافئ فيها هني ما بين طاقة الاخصان الى طاقة المردود المالي ما كان دائما التعب اللي في الوظيفة المجهود المطلوب منك يوافق الراتب اللي يعطونك اياه وايد اختلاف وايد فرق تتعب وايد ولكن المردود والراتب قليل في الفترة القادمة اشوف برج الاسد تعب وتملل من انه ينتظر مثلا من الشركات او الجهات الاخرى يعطونا الراتب اللي يستحقه فشنو قاعد يسوي ياخذ الامور ياخذ الامور بيده اشوفك هني قاعد تدخل وتبتدي جانب اخص المشاريع تبتدي بزنس خاص فيك واما كان بزنس لحد الان ولكن تبتدي عامل جانبي على الخاص يعطيك مدخول افضل القبول لك في هذا المجال اللي انت تفكر انك تدخل او ان كان شي بسيط مثلا انك تبيع ملابس تبيع مستحضرات تبيع اكسسوارات لانه عندنا الغصن الصغير بما معنى انه انت هني البزنس اللي راح تدخل فيه هو مو بزنس اساسي بزنس مكمل لشي موجود مثلا السيارات موجودة انت هني تبيع فقط قطع الغيار فقط تبيع الاكسسوارات تبيع الشي اللي يكمل بضاعة موجودة في السوق هني الرسالة لك اذا اعتمدت على التسويق وابتديت بجانب معارفك اصدقائك الناس اللي كنت تعمل معاهم في السابق في هاي الشركات لانك انما هني قاعد احس انه نقطة القوة لك راح تكون ان انت قردي اشتغلت في وايد اماكن اسست نفسك صار عندك معارف عندك ناس تعرفهم في الشركة الفلانية في المكتب الفلاني اذا اعتمدت على التسويق لمعارفك للاشخاص اللي تعرفهم التقيت فيهم سابقا هني راح تلاقي الكثير من القبول الكثير من الناس اتشوف راح يبتدون يقبلون على منتوجاتك او خدماتك ويطلبونها منك حتى ما راح تلاقي صعوبة في الترويج ابدا ولكن ابتد من الناس اللي تعرفهم هذه هي الرسالة لك بداية اشوفها جدا مباشرة وبعيدة عن الاعتماد على وظيفة ثابتة او حتى الاعتماد على جهة معينة ايها اللي تحدد شنو الوظيفة اللي يعطونك اياها وشن مرتبك اتشوفك هني قاعد تنطلق في عالم الاعمال وان كانت بداية بسيطة متواضعة ولكن ان شاء الله راح تفتح امامك كثير من الابواب الاخرى اهني اعتمد على معارفك انت صرت تعرف ناس ويد يا برج الاسد خلا نشوف جانب الاموال عندنا اربع الاخصان يتلوها عشر الاكواب السعادة الكاملة وملك السيوف اكثر شي قاعدة اتشوفها لك يا برج الاسد خلال هذا الشهر انت وقعد تبتري هنا في جانب الاعمال او في جانب انك تحاول تتوسع في مجال ما مثل ما قلت لك اموالك حافظ عليها واموالك ما اتشوفها قاعدة تزيد في هذا الشهر لان لا تنسى انت هنا قاعد تحاول تنمي الاموال عن طريق انك تصرفها في استثمار اخر فكن حذر ان اموالك ما تصرفها في اشياء تخص الاستمتاع اشياء كمالية اصرفها فقط في الاساسيات اربع الاخصان هو كارت الاساس كونتنتمنت وجود هالكارتين مع بعض معناهم ان انت مكنفي خلال هذا الشهر ما تحتاج اكثر من شي دي حتى لو كنت تتمنى اموال اكثر او تتوقع تنتظر خلال هذا الشهر انت كأنما من الله يعني يقولك ان ما تحتاج اموال اكثر من شدي عشان يتحقق اللي في بالك اللي في بالك اللي انت مقدم عليه المرحلة الجديدة هني اللي شفناها ما تحتاج منك اموال اكثر ترى ملك السيوف يطلب منك هني ان تقوم بقرارات عادلة تجاه نفسك وتجاه الاخرين اذا رح تصرف احرص ان صرفك يكون داخل محيط البيت وعلى الاساسيات لا تصرف على الاشياء اللي فيها احتفال فيها متعة فيها جمعة فيها كل واحد يظهر الجانب الباذخ من حياته هذا هو تحبير لك ملك السيوف ايضا عقلاني يحسب حساب بكرة هذا هو المطلوب او النصيحة لك على الاقل خلال هذا الشهر لان كأنما الفكرة هني سواء كان عندك الف او عندك مليون اذا انت رح تحسن التصرف بطبيعتك اذا كنت رح تحسن التصرف رح تقدر تسويها سواء مبلغ اللي عندك كان بسيط او كان كبير نفس الفكرة نفس المبلغ ينطبق على المبلغ اللي عندك جانب الدراسة يا برج الاسد عندك الخماسيين عجلة الحظ والكوب الصغير هني كأنما اشوف ان انت في الدراسة اللي مقبل عليها واللي انت فيها اردي رح يكون اول شي فيه اختلاف كبير ما بين الجانب النظري من الدراسة والجانب العملي فيه اختلاف فيه موازنة تحتاج ان انت تسويها او تفهمها ان الجانب النظري انت رح تبدع فيه و رح تتخطى وتجتازر بسهولة اكثر لان الجانب النظري هما دائما يقولون ان اللي يدرسون اياه في المدارس او في الجامعات بجرد الاساس الجانب المعقد يأتي بعدين في الوظيفة هذه هي الرسالة لك لانه عندنا الكوب الصغير كأنما انت اللي لازم تكتشف و انت اللي لازم توفق ما بين الاختلاف رح يكون عندك اختلاف او ثغرة كبيرة ثغرة كبيرة ما بين انت شنو درسوك عندين؟ و شنو التطبيق العملي او الامتحان العملي اذا كان عندك ايضا امتحانات عملية فيه فراغ صاير بينهم فيه فراغ لازم انت تغلقه لازم انت بذل المجهود عشان تعرف شنو الفرق بينهم و شلون احنذا انت نجحت في الجانب النظري اللي انا متوقع عليك هني فيه نجاح سهولة اكثر ولكن الجانب العملي اوه شوي صعب اوه شوي مخادع هذا هي الكلمة بطلبت انه مخادع فجهز نفسك لهذا الشيء انزل خلنا نشوف اذا انتو طبعا الرسائل القادمة الجانب الهجرة الجانب الصحي الجانب القانوني ما راح يكون من اجل الكل فقط اللي عندهم اخبار ينتظرونها في هاي الجوانب برج الاسد اذا عندك اخبار تنتظرها من جانب الهجرة اول كارت لك الامبراطور ما حب اشوف هذا الكارت لما يخص لما احنا نكون نتوقع موافقة لان معناتها راح تتصعب الموافقة او تتأخر او الاجراءات معقدة لان عندنا الامبراطور ملك الملوك وراها كارت برج العقرب برج العقرب راح اقول لك عنه هذا برج الحمل او هذا كارت برج العقرب برج العقرب اذا حط في باله شيء شخص معين اصعب الاشخاص يقدر يلينهم هذه هي ميزة وهذا هو موطن قوة ليش عنده كارت الموت ليش هو كارت الموت لانه هو اللي يقدر يغير يشكل الشخص اللي امامه على اللي يبيه تأكد من هذا الشيء من مواطن ابداع هذا البرج العجيب اصعب الاشخاص واكثرهم عدم تعاونا واكثرهم عصبية وعنادا اذا بغى منهم شي برج العقرب يقدر يحصله منهم شلون انت اخذها وتطبقها على وابعا في الهجرة كأنما هنين نصيحة لك اشوفك انت مقدم على هجرة دائمة او اقامة دائمة في ذيك الدولة اللي تريد ان تسافر لها هذا الطريق صعب لانه قاموا يقللون الفرص يقللون الاشخاص اللي يوافقون عليهم من اجل ان يعيشون بشكل دائم شكل خراص انت مقيمة نحن في هاي الدولة فلازم انت تلتف على القانون نفسه لازم تلتف لازم توجد لك اما ثغرة او او بدل ما احني تتجه نحو الفيزا الدائمة الفيزا الاقامة الدائمة توجه نحو شي مؤقت مثلا فيزا تعمل اذا كان عندهم تصنيفات اخرى اسهل انك تحصل عليها الموافقة فيزا تعمل مؤقتة فيزا تزيارة بغرض العمل انت انظر الى كل التصنيفات هني المطلوب منك تنظر الى كل التصنيفات وتقول دام انه هذا الدرب صعب ولحد الان ما حصلت فيه الموافقة شنو البدائل في بدائل اسهل هذا اللي قاعدة اتشوفه اتجه نحو البدائل الاسهل ثبت نفسك فيها بعدين اذا وصلت في هاي البلد بعدين حاولت اتجه الى الدرب اللي انت لطالما بغيتها الاقامة الدائمة انك تبقى وتعيش في هاي الدولة النصارحين صعب فلازم محتاجين احنا كلنا مو بس انت النصيحة هذه لكل الابراج احنا محتاجين طاقة برج العقرب سمونا الشيب شفتر نتأقلم ونتلون ونتشكل على مهما كانت الاجراءات صعبة اقدر ان انا اخترقها على الاقل التف عليها هذه هي النصيحة لك او تريد انك الظل تنتظر ولكن بما اننا عندنا الامبراطور يعني الانتظار راح يطول انزل خلا نشوف جانب الصحة ايضا هاي الرسالة المنحق الكل هذين فقط حق الناس اللي يحسون انه صحتهم فيها مشكلة فيها ضعف عندنا سبع الخماسيات الكوب الاول وكرت الشيطان هذي كرت برج الجدي اول كرتين يا برج الاسد اذا كنت انت تعبان دائما تحس انك تعبان مرهق نومك مو منظم